وليد سالم الإدارة أبعدتني عن نادي الشرطة وليس المدرب لا من يقول الإدارة معناك أنه بقرار لم يحصل أي قرار لإبعاد وليد سالم من قبل إدارة أجوز 2-3 متحفظين على وليد لكن ما الإبعاد من الإدارة لا أبعد غالني شهد من التصلبي يقول لان رايدك بس الإدارة حسب كلامه في حلقة كورو ولحد اليوم لحد اليوم خلناك شفين كله والمرة أنه أنا يقول إحنا محتاجين وليس المدرب هذا رأيك طبعا رأي الإدارة بعض أعضاء الهيئة الإدارة بعض الأعضاء أعتم تحفظ تحفظ فني تحفظ فني تحفظ لا فني فني مو اختصاص كرة قدم بالإدارة دكتور عفون إدارة الشرطة بعضها أو الأغلب مو اختصاص كرة قدم على أساس كرة رأي فني باللاعظة حقيقة دفاعا أن يعني هما تقضوا هذا الرأي يمكن دفاعا حتى عن دكتور عدي حتى لا يلام أو كأنه بسبب علاقة الأهل فيما بينهم هذا السبب أو الوليد لاعب الشرطة أو ابن الشرطة يصير اللاعب أن ينتقل إلى فريق آخر يحارب في وظيفته وموظفي وزارة الداخلية يجبر أما أن يقدم استقالة من الوظيفة أو يأخذ إجازة سنة دكتور هذا جزاء وليد وما قدمه للمنتخب والشرطة هذا القرار كم سنة في وزارة الداخلية تقدر تجاوبني؟ يعني أي قرار تقصد؟ هو هذا القرار أن لاعبين أو المنتسبين في وزارة الداخلية إذا يريدون يلعبون المفروض يلعبون فقط للشرطة لا مفقط بأندية الداخلية واضح أو يقدمون إجازة سنة أو الاستقالة هذا القرار ما حصل ولا لاعب على استثناء خلال السنوات الماضية؟ أمر قديم لا ليش؟ عندنا لاعبين مطلينهم استثناءات وحتى وليد ما حارجين بهذا الأمر يعني أطلاقا بس هو هذا القرار قديم موجود بالداخلية هذا موجود في الداخلية رح يحصل على استثناء نظير ما قدم أي لا لا مصعب يعني كلام من دكتور وهابي يعني أعلن؟ مصعب أبداً يلعب ما عندنا مشكلة جاي تبلي واضحة